لن يستطيعوا عبارة قوية جدا في الفكر الشيعة الاثنى عشر كيف عجز المراجع بعد اربعتاشر قرن عن جمع كتاب صحيح عن اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرجعية علمية للشيعة الاثنى عشرية على مر العصور قال لك لن يستطيعوا الشيعة فعل ذلك فكانت الرسالة هي رسالة لإلزام الشيعة ولعقلاء الشيعة فكان من جمال الرسالة اخواننا العبدالي أستاذ أشرف تخيل ان هناك مدرسة هذه المدرسة المعلمين فيها لا يستطيعون اخراج الصحيح من الكتب والطلبة فيها تعلم انها تدرس مناهج ليست كلها صحيح يعني اخذوا بالكم من التعبير الرائع مدرسة المدرسين اللي فيها عارفين انه مش قادرين يطلعوا الصحيح من الكتب وبيدرسوا للطلبة والطلبة عارفة ان المدرسة ليس لديها كتاب صحيح هل الطلبة دي هتتخرج متفوقة علميا ام جهلة علميا وهل من العقل ان طالب يروح المدرسة دي يدرس فيها وهو يعلم علم اليقين ان المدرسين فيها لا يخرجون الكتب او الصحيح ويختلفون مع بعض في الصحيح وان الطلبة عارفة ان الكتب دي مش كلها صحيح ليش يدرسوها اساسا وليش يقشوا المدرسة اساسا فبصراحة عجبني الزام وانا قلت في حركة امس نستمر ايضا في حلقة هل ماذال الشيع يفتخرون انهم لا يملكون كتاب صحيح من الجلدة للجلدة وبينا هذا حتى في كتاب الله في حركة امس فكيف بتقولون نحن مدرسة اهل البيت ونحن اتباع اهل البيت وانتم تعلمون علم اليقين انكم لا تملكون حتى قاعدة واحدة عن اهل البيت بل القواعد هي ما سطرها مراجع هؤلاء المراجع انتم اعترفتوا في حركة امس انهم لا يقدمون الصحيح بل يكتهدون يكتهدون في نصوص وفي ايات وفي احاديث حسب الهوى وحسب المزاك اذا لاحب الكرام يعني دايما بقول لا حدث العاقل بما لا يعقل فان صدك فلا عقل له اشتركوا في القناة